هذا الرجل أيضا له مواقف مشرفة فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وهو ينادي بضرورة أن يكون هناك موقف تركي داعم وبقوة لنضال الشعب الفلسطيني بل ويقول بأن القدس والمسجد الأقصى مسؤولية ملقاة على عاتق الشعب التركي كما هو الحال بالنسبة للشعوب العربية والإسلامية كما أن هذا الرجل كان يهاجم في الفترة السابقة وبكل قوة بشار الأسد إذن هذه مواقف الرجل على مدار الفترات الماضية له شعبية كبيرة في الأوساط التركية مؤخرا حتى فيما يتعلق بما حدث في يورو 2024 حينما رفع مريل دي ميرال مريح دي ميرال اللاعب التركي الذي يلعب في نادي يوفينتوس الإيطالي سابقا ولعب الحل نادي الأهل السعودي شارت الزهاب الرمادية والتي تعني الاعتزاز بالقومية التركية خرج الرجل حينها ليهاجم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بعد أن قام بتوقيع عقوبات على اللاعب التركي وتحدث عن أن هؤلاء يتسمون بالعنصرية وعن أن هؤلاء يعادون الدولة التركية في إشارة للتصريحات التي صدرت من قبل وزيرة الداخلية الألمانية وللتصريحات الصادرة من المسؤولين في دولة النمسا وهو ما يكشف عن توجهات الرجل الوطنية بامتياز طبعا الموقف كان مغيرا بالنسبة لبعض من قدرة المعارضة التركية عموما على أي حال كانت هذه الصورة مسار حديث للأوساط الإعلامية في تركيا اشتركوا في القناة